لجنة الفنية لمؤتمر الحوار الوطني اليوم مناقشة المواد المتبقية من الفصول الستة للائحة النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل برئاسة الدكتور عبد الكريم الارياني وبحضور المبعوث الأممي جمال بن عمر وفريق الخبراء المرافق له وقد تم الاتفاق حول المادة رقم عشر من مشروع اللائحة المتعلقة بقوام هيئة رئاسة المؤتمر على أن يكون العدد تسعة أشخاص من أعضاء مؤتمر الحوار وفيما يخص آلية اختيارهم فقد توصلت اللجنة بأن يتم التشاور حولهم بين مكونات المؤتمر الممثلين في اللجنة الفنية ورئيس الجمهورية وبالتالي فهناك خياران مطروحا من قبل اللجنة وهما إما أن يصدر تشكيل لهيئة الرئاسة قرار من قبل رئيس الجمهورية أو أن رئيس الجمهورية في يوم افتتاح المؤتمر وفي الجلسة العامة الأولى يقوم باقتراحها ليتم اتخاذ القرار بشأنها من قبل الجلسة العامة وهي الهيئة العليا للمؤتمر وقد تم الاتفاق على ترك الأمر لرئيس الجمهورية لاتخاذ القرار المتعلق بهذين الخيارين كما اتفقت اللجنة الفنية أن يكون من التسعة المرشحين منصب رئيس هيئة رئاسة المؤتمر وخمسة نواب وثلاثة مقررين وذلك للاستجابة لمتطلبات العمل وتواجد ممثل لهيئة الرئاسة في فريق العمل التسعة ويترك لهيئة رئاسة المؤتمر الاتفاق حول توزيع المناصب بينها بالآلية التي تراها مناسبة ثم انتقلت اللجنة الفنية لمناقشة المادة رقم ثمانية من مشروع اللائحة الخاصة بقوام الجلسة العامة للمؤتمر وهي التي تضم جميع أعضاء وعضوات المؤتمر وقد تمخض النقاش عن ثلاث مقترحات على النحو الآتي المقترح الأول أن يكون قوام المؤتمر بين 250 إلى 300 عضو عضو من المقترح الثاني أن يكون قوام المؤتمر بين 400 إلى 565 عضو وهو الاتجاه الغالب المقترح الثالث أن يكون قوام المؤتمر بين 700 إلى 1000 عضو عضو وستعلن اللجنة الفنية يوم السبت القادم على العدد النهائي المتفق عليه حول قوام المؤتمر ومن ثم ستنتقل اللجنة إلى مناقشة حجم كل مكون من مكونات المؤتمر أي حصة الأحزاب والفعاليات السياسية والاجتماعية كالحراك الجنوبي والحركة الحوثية والحركات الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني والنساء ومن ناحية أخرى اتفقت اللجنة الفنية على أن تبدأ بانعقاد اجتماعات صباحية مسائية منذ يوم السبت القادم حتى تتمكن من إنجاز مهامها بوتيرة أسرع كما وفقت على انعقاد المؤتمر الإعلامي صباح يوم السبت القادم على أن ينعقد في تمام الساعة التاسعة صباحا في صالة القصر الجمهوري بدلا عن الساعة التاسعة والنصف